معنا خبر بخصوص رحيم ستيرلينج الجناح الهجومي لفريق تشيلسي اللي حقق رقم قياسي بعد مسجل هدف في شباك ريتبول سالسبرج النمساوي في المباراة اللي جامعه التأبين الفريقين طبعا ده كان في بطولة دوري أبطال أوروبا بالأمس والتعادل الإيجابي حسم مواجهة تشيلسي وريتبول سالسبرج بنتيجة واحد واحد في الجولة التانية لدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال سجل ستيرلينج لتشيلسي في الدقيقة 48 ثم تعادل نوح وكافور في الدقيقة 75 أصبح ستيرلينج تاني أفضل لاعب إنجليزي يسجل 25 هدف أو أكتر في دوري أبطال أوروبا بعد واين روني اللي بيتصدر هذه الأرقام بـ 30 هدف طبعا الرقم مرشح للزيادة بعد اعتزال روني من سنين طبعا عايزين نقول برضو أن رغم تقلق ستيرلينج واضح جدا أنه مع تشيلسي بيعيش أيام صعبة والنتائج مش بتتحسن حتى بعد رحيل توماس طوخل المدير الفني والإتيان بجراهام بوتر إلى تشيلسي عشان يضربه ولكن طبعا أول مباراة ليه ورغم إنها على معقل البلوز إلا إنه مقدرش يفوز فيها وتعادل واحد واحد